اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم او بي كندا بالدارجة ومرحبا بكم في قناة اخرى التعليمية اللي هي او بي ايدوكاسيو اليوم سنحاول نعطي واحد جواب على بزيف الاسئلة وكانت في محلة ديال انا يا ذهبك نقرأ وما غنسالي احتل من بعد فاتح شو تنبير 2023 ماذا سيحصل هل يمكن اطلبها ترخيص عمل بعد الدراسة او انا لم اتسجل بعد وانوي ان ابدأ الدراسة قريبا هل اذا انا مسجل هناك من تسجل عند او قبول بمعهد تكوين مياني او تانوي في يتساءل هل اغامر وادروس وعندما يصلوا موعد واحد شو تنبير في 2023 ماذا افعل اليكم الجواب المفصل الذي فصلت فيه الامس وزارة الهجرة فصلت فيه قبل ولكن زادت بعد بعد التفاصيل اول حاجة المعاهد تكوين مياني معاهد تكوين مياني والتانويات هناك ما هو عمومي يعني دل الدولة عمومي وهناك من هو خصوصي وهناك من هو خصوصي كيف خصوصي خصوصي عمومي يعني مدعم يعني سيفونسيوني مدعم 100% حكومة هناك خصوصي كذلك مدعم وهناك خصوصي غير مدعم لا ياخد شيئا من الدولة ها اذا عدنا ثلاثة اذا كيفك تقول لان الخصوصي المعاهد تكون مياني والتانوي الخصوصي الغير المدعم هناك جميع جميع ديبلوماتيه غير مؤهلة لطلاب ترخيص عمل بعد الدراسة وذلك ابتداء من فاتح شوتنبر 2023 اوكي 2023 بالنسبة الخصوصي ما هي تكون مياني خصوصية وكذلك تانويات الخصوصية المدعومة او المدعمة سيفونسيوني هناك بعض البرامج المؤهلة يعني مقبولة لطالب نسميها يعني اه برمي دي ترخيص بوست ديبلوم هناك بعض برامج مؤهلة وهناك برامج غير ستصبح غير مؤهلة ابتداء من فاتح شوتنبر 2023 لمعرفة ذلك لقد وضعت لكم فيديو سابق اشرح في هذه الاشياء ووضعت لكم رابطا لما يسمى ب او او دي يعني مؤسسة تعليمية المعترابية او المنطقة التي يجب ان تأخذ تذهب تقرأ فيها حتى يمكن ان تطلب ترخيص الدراسة حسب الفصل مئتين وعشرين بوان 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 وتأخذ كذلك اه ورقة القبول اللي هو اه الفصل هذا ارتيكل الفصل مئتين وتسعتارش على ما اظن اه ثلاثة ثلاثة او واحد اذا لا بد ان نستحضر هذه الاشياء هناك مع التكوين والتنويات عمومي مدعم مئة في المئة وهناك خصوصي مدعم بنسبة وهناك خصوصي مع التنوية وتكوين مهني والتنوي خصوصي مدعم غير مدعم قرار كيبك بمشاركة مع وزارة الهجرة الكندية ماذا قالت؟ قالت ابتداء من فاتح شو تنبر؟ الفين وثلاثة وعشرين هناك بعض المعاهد المخصوصية المدعمة انتوزعة منها بعد البرامج التي لا تجدي شيئا ومن درس فيها لن يتمكن من طلب رخصة العمل بعد تخرجه وفي هذا المعاهد التكوين المياني والتنوي الخصوصي المدعمة هناك برامج حودي فتح هناك برامج ابقت عليها كبك مع وزارة الهجرة التي تمكنه للطالبي ان يطلب رخصة التصريح بعد التخرجه أما الخصوصي المياني الخصوصي المدعمة فهتي ابتداء من فاتح شو تنبر الفين ثلاثة وعشرين ديبلوماتها لن تجدي شيئا ولن تؤهل الطالبة عندما ينتهي من دراسته أن يطلب رخصة عمل بعد نهاية الدراسة باختصار وحتى لا أطلع عليكم لأن كتر القيل والقال سأقول لكم ثلاث حالات ثلاث حالات فقط التي أفاضت في شرحها وزارة الهجرة ولكن سأختصرها لكم في ثلاث جمل أولا إذا كنت تدرس الآن تدرس الآن في مهد تكوي المهني أو تانوي عمومي أو خصوصي مدعم والبرنامج التي تدرس فيه يؤهلك إلى طلب لا خوف عليك ولا أنت تحزن حسنا؟ إذا أتممت دراستك قبل فاتح شتنبر ٢٠٢٣ لا مشكل يعني يمكنك طلب برمي تصريح دراسة تصريح عمل بعد الدراسة إذا لا مشكل يعني ٢٠٢٠ ندررليه ٢٠٠٠٠ إذا درست في أي من المعاهد تكوي المهني والتانوي سواء عمومي أو حكومي أو حر غير مدعم أو مراهد تكوي المهني والتانويات خصوصية مدعمة أو غير مدعمة وأنهيت دراستك قبل فاتح شتنبير 2023 لا تحزن ولا تخاف لأن إن شاء الله ستمكنك أن تكون مؤهنة للطالب رخصة العمل بعد الدراسة الحالة الثانية إذا كنت الآن تدرس في برنامج لا يؤهلك إلى برنامج بعد فاتح شتنبير 2023 أي أنا الآن أدرس مثلا في ماهد A وهذا ماهد A بعد فاتح شتنبير 23 لن يؤهل أي طالب لطالب ترخيص عمل بعد الدراسة ماذا سأفعل ما هي وضعيتي تقول لك وزارة الهجرة الكردية على أنها ستحسب لك فقط ستحسب لك فقط وزارة الهجرة حتى ولو حتى ولو ستنهي دراستك نفتارد مثلا 30 نوانبر 2024 مثلا هنا هنا إذا كان البرنامج بعد فاتح شتنبير 2023 لن يؤهل أي طالب لطالب ترخيص عمل بعد الدراسة يعني ستقرأ أن تتدرس وستخرج بعد شتنبير 2023 تقول لك وزارة الهجرة الهجرة الكندية أنني سأحسب لك الشهور أو الزمن الذي درست فيه قبل فاتح شتنبير مثلا بدأت الدراسة بدأت الدراسة مثلا في فاتح يناير يناير 2023 إذن يناير 2023 وستنتهي الدراسة مثلا في 30 يونيو 2024 يعني سنة ونصف ماذا سيفعلون سيحسبون لك فقط يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز 2023 يوليوز إغشت إغشت واحد جوش ثلاثة وإلى آخر فقط هذه الأشهر هذه الأشهر عليها أن تكون يا إما 8 أشهر فما فوق إذا كانت قل من 8 أشهر فقبل صدور هذا القرار كان لا يسمح للطالب الذي دي الدراسة أقل من 8 أشهر أن يطلب ترخيص عمل بعد الدراسة إلا الناس لكيبك كان واحد الفصل نسيت عليه ما دبنا نحاول أن نتفكر هو واحد هاجوش الآن إذا إذا درست بعد إذا بدأت الدراسة بعد فاتح شوتنبر 2023 لن تأخذ ترخيص الدراسة ترخيص العمل بعد الدراسة إلا بعد تخرج في برنامج مؤهل ومقبول لطلب برمي دو تغفاي بوست ديبلوم هذه هي خلاصة ماذا سيحدث لمن يدرس الآن وسينتهي قبل فاتح شوتنبر هذا ليس لو مشكلة سيطلب ترخيص العمل بعد الدراسة حالة الثانية أنا الآن أدرس بدأت أدرس هذه تقريبا أربعة أشهر ولكن سأنهي دراستي بعد الفاتح من شوتنبر إذا كان برنامج الذي أدرسه غير مؤهل لترخيص العمل بعد الدراسة فلن يحتسب لي إلا الأشهر التي درستها قبل فاتح شوتنبر نفترض بدأت الدراسة بدأت الدراسة مثلا في شهر خمسة ماي ماي 2023 ماي ماي 2023 ماي يناير يونيو غوشت شو تنبر 2023 2023 2023 2023 وسأني دراستي 2024 ماذا سيفعلون يقولون لك سنحسب لك لنعطيك تصريح العمل بعد الدراسة سنحتسب لك فقط الأشهر التي درستها قبل تاريخ دخول هذا القرار يعني نحسب لك ماي يونيو يوليوس غوشت أربع أشهر غير كافية لن يعطيها لك لأن الأقل كما تعلمون هناك هناك لن يعطيها دقيقة دعوية تاريخ ده تاريخ ده ده ديخ 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 ده ديخ ده ديخ ديخ لن يعطيه ASP ده 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 ديخ أشار الشرط لتأخذ تصريح عمل بعد دراسة أن تكون هذه الدبلومات أو الشواهد أخذت بعد تمانية أشهر على الأقل ثمانية أشهر فما فوق أو أتممتها خلال بعد تسعمائة ساعة تسعمائة ساعة تسعمائة ساعة إذن أكرر أعيد وأكرر في الختام بارك الله فيكم إذا أنا الآن أدرس وسأتمم دراستي قبل فاتش اشتنبر فلا حرج ليس عندي مشكل إذا بدأت الدراسة أنا الآن أدرس أنا الآن أدرس وسأني دراستي بعد فاتح شتنبر أفل 23 وزادة الهجرة ستحسب لي فقط الأشهر التي درستها قبل فاتح شتنبر أفل 23 وعلى أن تكون يا إما تمانية أشهر فما أو فما فوق تمانية أشهر الحالة الثانية إذا أنا درست بعد فاتح شتنبر أوكي وأريد أن أحصل على يعني تصريح عمل بعد الدراسة لابد من شرطين الشرط الأول هو أن البرنامج يكون مؤهل يعني المؤسسة مدعمة مؤسسة مدعمة أما المؤسسة الغير مدعومة إخواني أخواتي شكرا على المتابعة نتمنى هذا الشرح كان مبسط شكرا والسلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته وجمعة مباركة إن شاء الله شكرا على المتابعة شكرا